الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث نتدرس هذا اليوم الدرس الثاني في كتاب العلم فلنقرأ شيئاً من حديث هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلا الروم كتاباً فقيل له إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكون مختوماً فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة وكان فصه منه نقشه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه نقشاً محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه فكأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لي قتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس قوله في هذا الخبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أي عزم أن يكتب إلى الروم في لفظ إلى الأعاجم أي أراد أن يرسل لهم رسالة فقيل له إنهم لا يقرؤون كتاباً أي لا يقبلونه ولا يقرون به ولا يشتقبلونه إلا أن يكون مختوماً أي عليه الخاتم الذي يعرف به مرسله ويتأكدون منه فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة يعني ليختم به على الرسائل والكتب وكان فصه منه أي نقشه الذي في وسطه وفصه الذي في وسطه قد صنع من نفس الخاتم ومن نفس مادته ونقش هذا الخاتم محمد رسول الله لأن هذه هي الكتابة التي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت أي صنعته خاتماً وجعلته لي وصنعته من الورق يعني الفضة ونقشت فيه نقشاً أي كتبت في هذا الخاتم كتابة محمد رسول الله فلا ينقش أي فلا يكتب أحد على نفس هذه الكتابة في خاتمه قال فكأني أنظر إلى بياضة يعني أشاهد لون الخاتم وما فيه من بريق في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد جعله في أصبعه ورد أنه في الخنصر فقال شعبه لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله فقال قتاده أنس رضي الله عنه وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد أولها مشروعية كتابة العلم كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل زمانه وفي هذا الحديث أيضا جواز الرواية بالمناولة فإن هذا الكتاب قد نقل إلى الروم بواسطة المناولة والمناولة رتبة من مراتب الرواية وفي هذا الحديث الكتابة إلى الأعاجم وفي هذا الحديث من الفوائد احتساب الأجر في الدعوة إلى الله ودعوة أهل الكتاب كالنصارى وفي هذا الحديث مراعاة آداب وطرائق الأمم الأخرى في طريقة التعامل معهم ولذا اتخذ الخاتم من أجل أن يقبل كتابه وفي هذا الحديث إباحة لبس الرجال للخاتم ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على جهة العبادة وإنما لبسه عادة فإنه لم يلبسه إلا لأن الأمم الأخرى لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوم وفي هذا الحديث اتخاذ هذا الخاتم من أجل أن يكتب من أجل أن يختم به على الرسائل وفي هذا الحديث جواز الشهادة على الكتابة المتأكد منها والتي عليها خط مختوم وفي هذا الحديث ذكر فص الخاتم وجواز أن يكون منه وفي هذا الحديث جواز نقش الخواتم بالكتابة المعرفة بصاحبها وفي هذا الحديث إخبار الإنسان الآخرين بما يكون من عمله كقوله اتخذت خاتم وفي هذا الحديث المنع من التزوير في الرسائل وختمها وفي هذا الحديث أيضا جواز لبس الخاتم في اليصبع كالخنصري يحسن الله إليكم عن أبي واقد للأيثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأما أحدهم ما فرأ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفار الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه قوله هنا بينما هو جالس أي في الوقت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يحدث أصحابه ويدرسهم العلم والناس معه يعني معه مجموعة ممن يتعلم العلم وكانوا وكانوا في المسجد أقبل ثلاثة أشخاص أي دخل المسجد ثلاثة أشخاص ثلاثة رجال فأما اثنان فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه جهة الدرس وأما الثالث فذهب وغادر المسجد فالرجلان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أحدهما فرجة في الحلقة أي أن أحدهما شاهد وجود متسع بين الحاضرين في دائرة التعلم فدخل فيها وجلس فيها وأما الثاني فإنه لم يجد فرجة داخل الحلقة ولذا جلس خلف الناس وأما الثالث فأدبر ذاهبا أي خرج من المسجد وولاهم دبره فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي يحدث به قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أي ألا أحدثكم عن الأشخاص والرجال والرجال الثلاثة ما شأنهم وما هي نتيجة أفعالهم أما أحدهم فهو الأول الذي دخل في الفرجة في الحلقة فأوى إلى الله أي أنه دخل في الحلقة فيعتبر بمثابة من اعتصم بالله وبحث عن مأوى عند الله جل وعلا فآواه الله أي وضعه في كنفه وأما الآخر يعني الثاني الذي جلس خلف الحلقة فاستحيى فلم يرد أن يزاح من الناس ولذا ترفع عن مضايقتهم ومزاحمتهم فاستحيى الله منه وأما الآخر يعني الثالث فأعرض يعني أنه لم يذهب إلى حلقة التعلم ولم يتدارس العلم فيها ولذا جازاه الله بمثل عمله فأعرض الله عنه ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الجلوس في المسجد لطلب العلم ومشروعية وضع حلق العلم في المساجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا فضيلة حضور هذه الحلقات التي تكون في المساجد وفي هذا الحديث استحباب الجلوس في هذه الحلقات وعدم مناسبة ترك هذه الحلقات وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قدم إلى الناس وهم جلوس جلس حيث ينتهي به المجلس وفي هذا الحديث أن من رأى فرجة في حلقة العلم فإنه يدخل فيها وفي هذا الحديث أيضا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الحوادث التي تكون في زمنه وفي الحديث أن الجزاء يكون من جنس العمل فمن آوى إلى الله آواه الله ومن استحيى من الله استحيى الله منه ومن أعرض عن الله عرض الله عنه و استحيى وأعرض هذا من الأفعال التي تثبت لله تعالى لورودها في الخبر ولا يلزم من ثبوت الفعل أن يكون له صفة أو أن يشتق منه اسم يثبت لله تعالى نعم احسن الله إليكم قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهر منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال فأليس بذي الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرف على أبي بكرة فقال هذا أبو بكرة يراك فقال أبو بكرة رضي الله عنه لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة قوله 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 هنا عن أبي بكرة فيه ابن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفها الخطبة العامة وخطب خطبا في منا منها هذه الخطبة التي ذكرها أبو بكرة رضي الله عنه قال خطب الناس أي تكلم معهم بكلام على جهة مخاطبة العموم بلفظ يرفع فيه الصوت قال قعد على بعيره أي أنه جلسا على ظهر البعير ليخطب الناس منه من أجل أن يشاهدوه ويسمعوا مقالته وأمسك إنسان بخطامه أي أن هناك من يمسك البعير من أجل أن لا يذهب فيمسكه بالخطام وهو الحبل الذي يشده راكب البعير في يكون مربوطا في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض هذا الحديث له مناسبة وهي أن الأشهر أن الأشهر الحرم أربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فكانوا يقومون بتأخير التحريم سنة بعد سنة فبدل أن يجعلوا في هذه الأشهر يجعلونه بدل رجب يؤخرونه إلى أن يكون في شعبان ويغيرون اسم الشعبان ليكون عندهم رجب فهكذا فاستمر الحال معهم حتى دار ذلك مرات متعددة في الزمن الذي أو في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الشهور على ما هي عليه على أصلها الذي وضعت عليه فعادت ولذا قال إن الزمان قد استدار أي مر عليه هذه الشهور التي تؤخرونها حتى عاد على ما كان عليه من تسمية الشهور فإن الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء يعني تأخير الأشهر وتأجيل تحريم الأشهر من شهر إلى شهر آخر ففي الزمان الذي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عادت الشهور على ما هي عليه ولذا قال إن الزمان قد استدار أي مضى كدائرة كاملة حتى عادت الأشهر على ما هي عليه كهيئته في التحريم وفي الأشهر يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر في هذا بيانوا أن تقسيم السنة 12 شهر هذا أمر من الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض قال منها أي من هذه الأشهر الاثنى عشر أربعة حرم ثلاثة متواليات أي متعاقبات متتابعات وهي الشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وهناك شهر الرابع مفرد لوحده وهو شهر رجب فشهر ذي القعدة هو الشهر الحادي عشر وشهر ذي الحجة الثاني عشر وشهر المحرم هو الشهر الأول من السنة وأما شهر رجب فإنه الشهر السابع وسمي برجب مضر نسبة إلى القبيلة فإن العرب تنقسم العرب من ذرية اسماعيل ينقسمون إلى قسمين مضر وربيعة مضر وربيعة فنسب هذا الشهر إلى قبيلة مضر قال الذي بين جماد وهو الشهر السادس وشعبان الذي هو الشهر الثامن ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون أي هل تعلمون ما هو هذا اليوم فقال الصحابة الله ورسوله أعلم ظنوا أنه يريد معلومة غير ما علم عندهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه أي بلفظ آخر غير الاسم وسوى الاسم الذي نعرفه فقال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر هو عيد الأضحى سمي بالنحر لأنه تذبح فيه الأضاحي والهدي فقال بلى يعني هذا هو يوم النحر فقال صلى الله عليه وسلم فأي شهر هذا أراد أن يبين لهم أن هذا يوم شديد الحرمة فهو يوم الحج الأكبر وهو يوم من أيام شهر محرم وهو شهر ذي الحجة قال فأي شهر هذا فقالوا الله ورسوله أعلم لم يظن أنه يسألهم عن الأمر المعروف لديهم من اسم الشهر قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى ظننا أي اعتقدنا وتوهمنا أنه سيسميه بإسم آخر غير اسمه الذي نعرفه به فقال صلى الله عليه وسلم أليس بذي الحجة أليس هذا الشهر شهر ذي الحجة فقالوا بلى يا رسول الله هذا شهر ذي الحجة فقال صلى الله عليه وسلم فأي بلد هذا ما هي هذه البلدة التي أنتم فيها هم في ميناء وهو من أجزاء الحرم وفقالوا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بإسم آخر غير الاسم الذي يعهدونه فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا البلد البلدة الحرام التي حرمها الله تعالى فقالوا نعم إذن اجتمع عندنا حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد حرمة البلد فهذا يشدد التحريم في هذا الباب فقال صلى الله عليه وسلم إن حرمة الدماء والأموال والأعراض كما هي لهذا اليوم في هذا المكان هي كذلك حرمة ثابتة في جميع المواطن وفي جميع الأزمان ولذا قال فإن دماءكم أي أن سفكا الدماء وأموالكم أي أن أخذ الدماء أخذ الأموال والاعتداء عليها وأعراضكم أي أن الكلام في معايب الآخرين والقدح في سمعتهم وأبشاركم جمع بشرة عليكم عليكم حرام أي أنه يحرم على بعضكم أن يعتدي على بعضكم الآخر في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض والأصل أن الأفعال هي التي يحكم عليها بالأحكام الشرعية وأنه لا يحكم على شيء من الذوات ولذا قدرنا في قول فإن دماءكم عليكم حرام أي أن سفك دمائكم لأن الأحكام لا تكون إلا على الأفعال دون الذوات فبيّن أن الحرمة في جميع المواطن حرمة مؤكدة حرمة عظيمة حرمة شاملة للجميع قال إلى يوم تلقون ربكم أي ستستمر هذه الحرمة إلى قيام الساعة فهي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت إلى التحريم قال صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم أي ستواجهونه يوم القيامة فسيسألكم عن أعمالكم فسيوقف كل واحد منا ويسأله عن أشياء كثيرة كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وكما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قال وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت أي هل أوصلت لكم هذا المعنى الذي قصد الشارع ويصاله إليكم قالوا نعم يعني بلغت وشهدوا له بالبلاغ فقال اللهم فاشهد يعني اشهد عليهم أنني قد بلغتهم وأنهم قد أقروا بذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ أي لينقل هذه الخطبة من كان حاضرا شاهدا لمن كان غائبا فرب مبلغ أي يمكن أن يوجد شخص يكون وعيه أكثر مع كونه لم يحضر فرب مبلغ أي قد نقل إليه العلم يكون أكثر وعيا من حاضر سامع ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تعودوا على الحالة التي كنتم عليها قبل البعثة من الضلال كما في بعض الروايات ظلال أو من الكفر وشعار ذلك أن يحدث الاقتتال بينكم وأن يضرب بعضكم رقاب بعض فقال فلما كان يوم فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جاري ابن قدام جاري أحد الولاة أتى بابن الحضرمي فحرقه فالجند الذين معه طالعوا أبا بكرة فأشرفوا على أبي بكرة أي نظروا إليه من أعلى أو من مكان بعيد فقال فقالوا لجاري ابن قدام هذا أبو بكرة يراك يعني يشاهدك كأنه ينتقدك على تحريق ابن الحضرمي فقال كأنه أرسل أو خشي أبو بكرة أن يأتيه الجند فيحضروه قال أبو بكرة لو دخلوا علي أي لو كان من شانهم أنهم حضروا عندي من أجل القبض علي أو من أجل إنزال عقوبة بي ما بهشت بقصبة أي ما دافعتهم ولا قاتلتهم ولو بقصبة فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها مشروعية المواعظ والخطب في يوم النحر وفيها اختيار الخطيب مكانا عاليا أثناء خطبته ليسمع عنه وفي هذا الحديث جواز جلوس الإنسان على البعير بدون انتقال وفي هذا الحديث استعمال الحبل الذي يشد به خطام الناقة للتحكم فيها وفي هذا الحديث مشروعية استعمال الأشهر القمرية لترتب عدد من الأحكام الشرعية بها فالصيام إنما يعرف فرضه ونفله بذلك فرضه في رمضان ونفله في غيره من الأيام كيوم عرفة وعشرة والأيام البيض فهذه كلها تواريخ قمرية ولذا يحسن استعمال تاريخ القمري الهجري وفي هذا الحديث تقسيم السنة إلى 12 شهر وفي هذا الحديث ذكر شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي قوله هنا ثلاثة متواليات أي متعاقبات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأما شهر الرابع فشهر رجب الذي يكون بين شهر جماد وشهر شعبان وفي هذا الحديث تعظيم يوم النحر وتأكيد تحريم الاعتداء على الآخرين فيه في هذا الحديث تأكيد حرمة شهر ذو الحجة تأكيد على الجميع بعدم انتهاك حرمة هذا الشهر في هذا الحديث أيضا حرمة مكة وجوب صيانتها وتحريمها في هذا الحديث تحريم الاعتداء على دماء الآخرين ما بالقتل أو القطع أو الجرح في هذا الحديث تحريم الاعتداء على أموال الآخرين سواء كان بالأخذ أو بالإتلاف وفي هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لرب العزة والجلال فإنه قال يوم تلقون ربكم وقال وستلقون ربكم وفي هذا الحديث طلب الشهادة من الآخرين على تبليغ الإنسان شرع الله جل وعلا وفي هذا الحديث استحباب تبليغ العلم وإيصال للآخرين ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن الإنسان ينقل الأخبار النووية ولو لم يكن عارفا لجميع المعاني التي تشتمل عليها وفي هذا الحديث فضيلة وأبي بكرة وحرص على الابتعاد عن الفتن والدخول فيها رضي الله عنه حسن الله إليكم قال رحمه الله قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الله لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال بن مسعود رضي الله عنه أما إني أخبر بمكانكم أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمن لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا قوله قال رجل لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن لعلها خطأ مطبعي يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم يعني وعظتنا بموعظة في جميع أيام الأسبوع فقال بن مسعود أما إني أخبر أن يأتيني من يعلمني ويخبرني بمكانكم أي بحضوركم من أجل الاستماع للموعظة ولكني لا أعظكم في كل يوم ويمنعني من أن أعظكم في كل يوم أني أكره أي لا أرغب في أن أملكم أن يدخل الملل والسآمة عليكم بسبب تحديث كل يوم بالموعظة والتذكير وإني أي شأني أني أتخولكم بالموعظة أي أفرق بينها ولا أجعلها في أوقات متقاربة وأتفقد أحوالكم فمتى وجدتكم نشيطين بأحدثتكم بالموعظة ومتى ومتى وجدت ملل أو سآمة لم أحدثكم قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي يراعي إلى أوقات في الأيام مخافة السآمة يعني الملل والنفرة من استماع الحديث فهذا الحديث فيه مشروعية الموعظة والتذكير وفي هذا الحديث أنه قد يمتنع الإنسان عن التحديث لسبب مشروع فلا ينقص ذلك من مكانته في هذا الحديث حرص العالم على إبعاد السآمة والملل عمن يحضر حديثه في هذا الحديث اختيار الأوقات المناسبة للمواعظ والتذكير وفي هذا الحديث مراعاة حال الطلاب ومراعاة شعورهم فإنه خشي عليهم من السآمة حسن الله إليكم قال عن أنسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا قوله هنا يسروا أي اختاروا أيسر الأمور وأسهلها وذلك من أجل التخفيف على الخلق قال ولا تعسروا أي لا تختاروا ما يكون معسرا للأمور مانعا من الوصول إلى نتائجها وبشروا أي أخبروا الناس بما يسرهم وبما يدخل الفرح عليهم ويبعد عنهم الانهزامية والضعف ولا تنفروا أي لا تفعلوا شيئا يترتب عليه ابتعاد بعض الناس عن الطاعة لله تعالى فهذا الحديث فيه استحباب التيسير والابتعاد عن التعسير وفيه استحباب التبشير بالأخبار السارة وفيه أيضا ملاحظة الإنسان للآخرين لأن لا ينفر مما أو لأن لا ينفر عما معه من الخير وفي هذا تخول الناس بالمواعظ والدروس العلمية حسن الله إليكم قال عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة مستقيمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وعمل ذلك ظاهرون قال سمعت معاوية خطيبا يتكلم على المنبر بخطبة ينقل فيها شيئا من حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما نقله قوله من يرد الله به خيرا الإرادة هنا الإرادة الكونية المقصود بها من يقدر الله له الخير فإنه يفقه في الدين والفقه معرفة أحكام الشريعة ومعرفة أسرارها وثم قال وإنما أنا قاسم أي لا تتوجه إلي باللوم والقدح بسبب أني أعطيت بعضكم أكثر من بعض في أمور الدنيا قال وهذا إلى الله تعالى والذي قدرنا بذلك وولست بمدبر للأمر وإنما أنا قاسم أي أقسم ما يأتيني من الخير والله تعالى هو المعطي سبحانه وتعالى ثم قال ولن تزال أي سيوجد في جميع الأزمان جزء من هذه الأمة يقوم على أمر الله تعالى على جهة الاستقلال وبالتالي لا يؤثر فيهم من يخالفهم أو يعاديهم قال لا يضرهم من خالفهم أي لا ينقس من مكانتهم عند الله تعالى ولا عند الآخرين فإن هذه الطائفة قائمة مستقيمة على أمرهم وبالتالي لا يلتفتون إلى من يخالفهم ولا من يخذلهم أي لم يقم بنصرتهم وحتى يأتي أمر الله تقوم الساعة وهم على ذلك ظاهرون أي على أمر الله ظاهرون أي لهم الغلب والانتصار ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية نقل الأحاديث في الخطب في الجمعة وغيرها في قوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فيه إثبات صفة الإرادة الكونية لله تعالى وفيه قوله من يرد الله به خيرا أي يكون من شأن أن يكون قد قدر الله له الرفعة وعلو الشأن فإن الله يفقه في الدين في هذا دلالة على أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا وأنه بمقدار ما عند الإنسان من الفقه في الدين يكون عنده من إرادة الله الخير به قال وإنما أنا قاسم أي نتوزيع ما يرد إلي أمره إلى الله وإنما أنا موزع قاسم والله هو المعطي سبحانه قال ولن تزال أي ستستمر هذه الأمة قائمة أي لها الغلبة والنصر على أعدائها مستقيم على أمر الله وهذه سنة كونية لا بد أن تتحقق في كل زمان قال لا يضرهم من خالفهم أي لا ينقص من مكانتهم أولئك الذين يخالفونهم ولا ينصرونهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم وهم على ذلك أي على التمسك بأمر الله تعالى يكون مشانهم أنهم ظاهرون بحيث لا يكون عندهم اختفاء بل يجعلهم الله ظاهرين ليقيم الحج بهم على الخلق حسن الله إليكم قال رحمه الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها قوله لا حسد المراد به الحسد المحمود الذي هو الغبطة بأن يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند الآخرين بدون أن يتمنى زوال ما عند الآخرين من النعمة فهذا الحسد جائز وأكثر أهل العلم يسمونه الغبطة وقال لا حسد يعني أنه لا حسد مقبول أو مأجور عليه والمراد هنا بالحسد الغبطة التي فيها تمني مثل ما عند الآخرين بدون تمني زوال نعمتهم قال لا حسد إلا في اثنتين أي في حالتين الأولى في رجل آتاه الله مال أي أعطاه من صنوف المال نقود وغيرها فسلطه على هلكته أي قام بإنفاق هذا المال على المصارف التي يحبها الله جل وعلا ويرضى عن صاحبها فسلط هذا المال على هلكته أي على الطرق التي ينتهي بهذا المال وهي طرق الصدق وطرق النفق على النفس وعلى الغير والرجل الثاني رجل آتاه الله أي أعطاه الحكمة مراد بها وضع الأمور في محالها وما يناسبها وقوله فهو يقضي بها أن يفصل بين الخصومات بواسطتها ويعلمها للآخرين ففي هذا الحديث المنع من الحسد الذي هو تمني زوال ما عند الآخرين من النعم في هذا الحديث مشروعية الإنفاق في سبل الخير ولو أنفق الإنسان جميع ماله في هذا الحديث فضيلة من آتاه الله الحكمة التي يقضي بها بين الناس في هذا الحديث جواز أن يتمن لإنسان حالا يماثل حال هؤلاء من الذين ينفقون وإما الذين يقضون بالحكمة بارك الله بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح ما في قلوبنا وأن يؤلف ذات بينها وأن يجعلنا ممن صان صيامه من المفطرات والمنقصات كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أمين